هذا هو واقع البصرة اليوم شعلات دخانية متصاعدة تطوق الهواء هنا وتضيق الخناق على المواطنين أعداد مخيفة من الأمراض السلطانية شهدت سهل محافظة نصفهم فقدوا حياتهم بسبب تصاعد معدلة التلوث البيئي إثر ملوثات النفطي وغيرها حيث أن جميعها تهدد أجواء المحافظة والنتجة عن تقاوس العديد من الشركات والمصانع على معالجتها والحد من أثارها الضارة الطاقة الهيدروكربونية المتأتية من الاستخراجات النفطية لشركات الجهد الوطني وجولات التراخيص الأجنبية جاء يتساهم بشكل كبير بتلويث بيئة الهواء وكذلك حتى تلويث التربة وبعض المصادر المائية وهذا جاء يلقي بتابعاته على الوضع المجتمعي والصحي للقاطنين في المنطقة الجنوبية وفي البصرة تحديدا حتى أصبحت البصرة تجني سنويا أكثر من ألفين حالة أصابة سرطانية جديدة وهذا بالتأكيد يعني ينعكس سلبا على صحة المواطنين وعلى واقعهم الاجتماعي ازدياد تلويث الهواء والماء في العراقي والبصرة بشكل خاص بات يشكل خطرا جديدا يهدد حياة المواطن في ظل تجاهل الحكومي المتعمد لمغالجة هذه الحالات والتي تزيد من وضع سوءا في هذه المدينة النفطية التي قد يتفاقم الاحتفاس الحراري فيها بالسنوات المقبلة حالية الاختراق تؤدي إلى انبعاث غازات منها الغازات الكاربونية وغازاتها الخاصة بكبريت الهيدروجين وهذه تؤثر على نسبة الأوكسجين داخل الهواء والغلاف الجوي وبالتالي تضاف نسبة السموم العالية ضمن الملوثات يجب تفعيل هذا الموضوع بشكل كبير ودقيق هذا الموضوع جدا مهم احنا اليوم اذا فعلنا الجهد الرغابي بصورة صحيحة اكيد الشركات النفطية هنا راح تلتزم بمعايير السلام الدولية المتعلقة بمجال البيئة ويرى مراقبون ان وزارتي الصحة والنفط هما المسؤولتان عن كمية الملوثات بسبب عدم معالجتها ووضع خطط الحدي من انتشارها في عموم البلاد ازدياد رقعة الملوثات البيئية بسبب انبعاثات النفط للشركات العاملة في قطاع البترول والتي قد تزيد من وطيرة الاحتباس الحراري ومستقبل انه في مدينة البترول هنا من البصرة مصطفى الشمري السومرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة